تجد من المسلمين من يحتفل بالمولد الذي ما انزل الله بهم السلطان ها اكثر من فرح لبيعيد الاضحى والفطر الذي هو مشروع المولد عندهم هذا الشيء عظيم وقد يكون مولد ليس حتى مولد النبي عصر مولد الولي الفلاني وتجد بهرجة وزوار وحجاج واموال ونذور وزحمة شديدة والبيع الحامي وموسمة في المولد والاراضي عند المزارة اسعارها مرتفعة وناس تفتح عيادات وناس تفتح محلات وناس تفتح مخابس كلها الارباح كلها عندها الولي هذا وقد يكون ليس هناك حتى ولي متفون وقد يكون هذا طاغوت كافر حتى ما هو بولي فشوف الخطورة هنا فهذا يعني الذي يظهر لي أنه لما قال النبي عصر لا اخبركم منه اخوف عليكم المسيح الدجال لأن الدجال سيأخذ الآخر الزمن بينما الرياء الشركة الخفيفة في كل زمن ومكان والدجال ظاهر أمره على جميع المكتوب كافر بينما الرياء خفيون يأتي لقلوب الناس فلذاك لا نستبعد بل نكاد أن نجزم بأن الرياء في نفوس جميع الناس لكنه ماذا اخوان بين مقل ومكثر وبين من يرد على قلبي فيدفعه بالإخلاص وبين من يرد على قلبه فيسترسل معه وينبسط ويفرح به انتبهتم وإلا لأن الرياء ما يرد على الإنسان ما حصل الاختبار ما من إنسان إلا عنده شهوة خفية يحب أن الناس يمدحونه يحب أن الناس ما يذمونه يحب أن يبدع بالكلام يحب أن يقف شجاعة يحب أن يكونوا كريما كل واحد يحب هذا الشيء لذلك كون إنسان يحب هذا الشيء هنا تحصل قيمة الاختبار تحصل قيمة الاختبار كون هذا النفس تبغيه أو لا تبغيه تبتغيه أو لا تبتغيه ها تبتغيه ما يأتي النهي عن شيء أصلا يعني لا تأكل التراب في نهي لا تأكل التراب لا تأكل الحجر في نهي لا تأكل الحجر لا لكن لا تقرب الفواحش ولا تعكر أموانكم بينكم بالباطل يعني الرشوة الكذب الغيبة الغيبة يتلذذ بها المغتاب كما يتلذذ صاحب المعصية بالمعاصي التسلط على الناس سفك دمائهم في ناس يتلذذ بسفك الدماء في ضرب الناس في التسلط عليهم في احتقارهم سائر ما نهين عنه تميل له النفوس لكن ليس بالضرورة نفسك تميل لكل معصي من هالمعاصي الناس يتفاوتون في ناس لا يمكن يشرب الخمر لكن لا يمكن أن يترك الغيبة في ناس مسالم ما يغتاب لكن مبتلب الخمر ما يستطيع يستغنى عنه ساعة في ناس حب الأموال في ناس يحب النساء في ناس يحب الجاه يمكن يدفع أموال من أجل الجاه يعني البلاء متفاوت بين الناس كل واحد يحب له شي لكن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه أن يجاهد نفسه طيب تميل ترجمة نانسي قنقر